الكلمة الطيبة إلها أثر كبير في حياة البشر فبإمكانك بكلامك أن تصنع إنسان وبإمكانك أن تهدم إنسان مثال هناك دكتور استقبل مريض متعب وبعد الفلحصات قال أنت بقالك أيام قليلة وتموت هذا الكلام خلى المريض ما يقدر يمشي على رجليه نهائيا بعد ما كان يمشي عليهم بشكل طبيعي ودكتور آخر استقبل مريض متعب قال أنت ما بيكشي نهائيا وهو مريض بس إنك تعاني من بعض الإرهاق هاي الكلمات خلت يطير من الفرحة وما شعر بذر التعب بعد كلامه خلاصة الكلام اجعل من لسانك نهرا جاريا ولا تجعله سما ناهيا اشتركوا في القناة